غيمة الماطرة نزلت درج المنزل كانت عمتي تتبعني بخطوات سريعة وهي تضحك قائلة والله نزلت كندرتك عن الرف ثم تابعت صار لديك أخت صغيرة الآن لن تعودي مدللة والدك لم أفهم وقتها معنى كلامها كل ما كنت أعرفه أني كنت ممطاعدة لأني استيقظت ليلا ووجدت عمتي غافية بقربي بحثت عن أمي ولم أجدها في الصباح ألبستني ثيابي وأخذتني لألتقي بك لأول مرة تسمرت على باب غرفة أمي في المشفى غصة في حلقي ورغبة بالبكاء اجتاحتني بعد أن وقعت عيناي على أمي وهي تحتضن رضيعا صغيرا عندها رفضت الدخول تقدم والدي بخطوات ثابتة وابتسامة مشرقة مد يده فأمسكتها وتقدمنا بهدوء إلى سرير أمي وقفت أمامك ابتسمت أمي وقربتك من وجهي ثم أزاحت الغطاء الزهري قليلا عن وجهك قائلة هذه ديمة أختك في تلك اللحظة نورك الصاطع أنار حياتي وعن ديمة يقول الشاعر أبو تمام ديمة سمحة القياد سكوب مستغيث بها ثرى المكروب فهي ماء يجري وماء يليه وغزال تهمي وأخرى تذوب ترجمة نانسي قنقر